يطرح العمل بقالب فكاه يوميات الزوجين البدويين أبو صامل الرجل الشهم الكريم وأم صامل السيدة التي تعشق الحياة المرفهة ويصلت الضوء على التناقضات والصراعات فيما بينهم والعلاقة التي تربطهم بصديق أبو صامل البخيل نجر والزوجته واضحة التي تقدم المصائح لأم صامل في حياتها قدمت شخصية أم صامل شخصية اجتماعية سلسة بسيطة نحن نحاكي البيت الخليجي والعربي أحداث يومية بسيطة تناسب الجميع شخصية كثير أثارة الجدل في السعودية وفي الخليج وحتى في المحيط العربي كثير حبوا هذه الشخصية الانسجام اللي بين أم صامل وبصامل كل زوجة تشوف نفسها في شخصية أم صامل والأحداث اليومية كثير قريبة من كل أنثى الطرح الجديد إن شاء الله في هذا الموسم ميزة كل الشخصيات هذه صنع منها البساطة يعني أول ما اجتمعوا نجروا وذا كان البساطة التي هي موجودة في البيئة اللزمات الحيوية صار أبو صامل حتى يرجع بإرشيف حتى الفنانين العظام اللي منهم خلف بن هذال وشعل الوطن وأيضا رحمة الله عليه حجاب بن نحيت ورموز يعني عشنا معاهم وإحنا صغار وعاش معهم أبو صامل وخصوصا أنه أنت اليوم نحن نتكلم عن مجتمع مجتمع خاص محبوب عند الناس وحصوصا اللهجة اللهجة لما تجي من نفس بيئتها ومفرداتها اللي نعتبرهم الإرشيف اللي راح اللي أسميهم الحنين الحنين نحن قمنا نتذكر كل ما كان يقولون الأولين الكبار فقمنا نعيدها الآن فوصل لقلوب الناس أنه كيف جابها الجملة كيف جابها التركيبة وخصوصا المواضيع المواضيع اللي فيها كلها البساطة وأنا أتوقع أنه كل ما وصل للناس اللي هو البساطة والطبق الرئيسي اللي هو الخفيف اللي تذوقهم منها الناس تضم الكوميديا السعودية جاك العلم إلى جانب ريم عبد الله وماجد مطر بشخصيات أخرى مثل هديلة العتيبة بشخصية وطحة وهي واحدة من التيكتوكرز السعديات الشهيرات سامي حازم بشخصية نجر وهو الصديق الصدوق لأبو صامل وخالد البقمي بشخصية صامل وأكيد يطل النجم حبيب الحبيب كضيف على العمل بشخصية مطلق شقيق أم صامل الذي يعيش في القرية ويزورها بين فترة وفترة ويجد حفاوة استقبال واهتمام منها وصد وعدم ترحيب من زوجها أبو صامل دوري وضحة زوجة بسيطة تزوجت لها شخص يعاني من مشكلة شخصية اللي هي البخل مشكلة يعني بحياته اللي هو فقير ما عنده إمكانيات مالية علاقتي فيه سدد وقارب يعني جلسة أحاول أعيش معه بس هم يساعدني وما يساعدني لكن بالمجمل راضية بالأمر الواقع عمل مختلف كونة ستكم كوميدي لايت في النكهة البدوية هذه اللهجة في التفاصيل اللي موجودة فيه هو عمل مختلف شوي ومثل ما ذكرت لي إن شخصيات أبو صامل ومصامل هم من الشخصيات اللي تقبلهم الجمهور الخليجي وحبهم ووصلوا لي مستوى الوطن العربي والعمل ككل هو عمل جميل مريح جداً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر